سروة بشرة الخليل بتفوق العشرة مليون دولار بعضها محجوز بمصارف لبنان وبعضها موجود بمصرف عربي تنكري؟ أنا ياريت والله بس قل لي وين حتى بكري أعمل دعوة وطالب فيهم ما بتعرفي شو رصيدك بالبونك؟ رصيدة 13 ألف دولار صار ناقص منهم الفين هلأ لما نسمحونا ناخدة 300 كل شهر والعشرة مليون؟ عشرة مليون إذا قل لي بشي مات رح قل لي حتى أنا رح طالب فيهم عمل دعوة هلأ أو عمل عملية هيك مسلح على الظاهرة حلوة الثقة حلوة لا أكيد لا حلوة ثقية لا لا كل ما أملك أنا عندي أرد ورتينتها عن أهلي وعندي بيت وعندي اشتغلت مع الملوك والرأسة والزعمة والكبار وهداياهم مهمة أنا اشتغلت معهم هنو بالحبوسة واستغلت معهم هنو بالسلطة ما بعرفون أيام السلطة الآخرين اللي هلأ أيمن علي هنو بيعرفون أيام السلطة وأيام ما كانوا يخلعوا هدايا وأموال وخلع على الناس أنا بهذاك الوقت ما بعرف حدا أموال ولا مرة أخدت هدية من زعيم ولا مرة بحياتي ولا مرة بحياتي ولا هدية مقوام صدام حسين بالحبس أنا أخدت له هدية أكثر من مرة مرة أخدت له كتاب للمتنبية عجبته كثير الدراسة اللي معمولة بالكتاب ومرة تانية أخدت له كتاب نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد هدى 10 أجزاء تقريباً للإمام عليه هو بالحبس طبعاً ما بيقدر يهدي حدا شيء يعني كان يهدينا القعدة معه يعني سؤالي الثاني لحظة لحظة نعم تفضلي نكافي عن بقية الآخرين نعم تفضلي مين رؤسة وملوك كنت وكيلة الرئيس علي عبدالله صالح بس ما عدنا أمنيها الدعوة كنا نيمة ضد الأحمر بمحاولة أغسيله وسألوني بوقتها شو بطلب أتعاب قلت له خلينا نشوف الفريق ونشوف شو المهم المطلوب مننا وما داتنا قام الدعوة إذا باليمن أو برا بالأم المتحدة لنحدد شو بنا أتعاب على كلين من بيت القزافي بدي أتعاب بس ما ما أخذت بعد بس يطلع معهم بس يطلع أبن القزافي تاخذيهم بس مش بالملايين أكيد